في نفس الوقت هنقولك يعني أنا طبعا مش قادرة أقول يعني هو مرفوض تماما يعني أنا بالنسبالي مفيش حاجة اسمها ستة تضرب يعني أنا مش عايزة طبعا نسخن الستات بس ده مش تسخين بس مفيه ستة أبدا لا شرع ولا دين ولا قانون ولا حياة يخليني أقول إن فيه ستة تضرب مفيه ستة تضرب إنتي ما تضربيش إنتي تخلقتي عشان تتدلعي يعني تخلقتي عشان إنتي كائن ناعم جميل وسند حلو فإنتي تخلقتي عشان تبقي نصه تاني تبقي شريكة حياته مش الشريك اللي قاعد بيضرب فيه لما يكون متعصب فمرفوض تماما 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 إني ستة تضرب أو تتهان لكن دعالوا بقى نشوف في السيكولوجية الراجل اللي بيشتمه اللي بيسبه واللي بيعنف يعني هنتكلم ونروح كده في جميع زواء شخصيته عايزة أقول إن أنا من يومين قريت خبر والخبر ده حلو أو إن شاء الله نعمل عليه حلقة برضو يعني وإحنا بنحضر في حلقة العنف لقيت إن فيه مشروع قانون إن محدش بعد كده هيتجوز غير لما يكون معاه شهادة نفسية من دكتور نفسي إنه عنده صحة نفسية سليمة يعني أنا قبل ما اتجوزوا زي كده بالظبط يعني عارفين الشهادة اللي هي اللي بنروح نكشف اللي هي ما فيش أمراض اللي هي قبل الجواز الشهادة دي اللي أنا بقول إن أنا خالية من الأمراض وهو كمان ليه طبعا لإن إحنا قبلها عشنا سنين كتير جدا سنين عجاف كتير جدا الأمراض الوراثية والجينات الوراثية اللي فيها أمراض كتير كنا بنصطدم بعد الجواز لغاية موصلنا إن برضو القانون اللي أنا لازم أروح أخد الشهادة أكشف وإنا بتجوز أبقى أنا سليمة ما عنديش أمراض وراثية تخلي فيه تشوهات في الأجنة وفي الأولاد أو عخمة أو 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 فدي بالضبط بالنسبة لي إن دي زي دي إن أنا كمان الراجل اللي أنا رايح أتجوزه ده أبقى عارفة إن معاه شهادة من دكتور متخصص بيقول إنه ساوي نفسيا إنه ما عندوش مشاكل فأنا مبسوطة جدا بمشروع القانون ده وأتمنى إنه يتطبق في أقرب وقت من كم المشاكل النفسية والعقد النفسية اللي حابقيني نشوفها اليومين ده